اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يقول علي صلوات الله وسلامه عليه إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر شلون حكمة هذه من حكم إمام الحكمة رسول الله صلى الله عليه وآله مو فقط قال أنا مدينة العلم وعلي بابها بل قال أنا مدينة الحكمة وعلي بابها أهل العلم أهل المطالعة يعرفون ما أقول في كتبنا وفي كتب غيرنا أن النبي قال أنا مدينة الحكمة وعلي بابها بعد النبي هم قال في كتبنا وفي كتب غيرنا أنا مدينة الجنة وعلي بابها وأنا مدينة العلم وعلي بابها كل هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله يقول باب مدينة الحكمة إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنثروا أقصاها بقلة الشكر النعم تأتي بشكل تدريجي وكل ما يشكر الإنسان يتسبب استدامتها وعدم انقطاعها النعم ما تجي بشكل كامل وجبة واحدة وبعد ماكو شيء لا مو هالشكل النعم تجي بشكل تدريجي اشتون الإنسان يخليها تستمر وتزيد الجواب بالشكر على هاي النعم زين أمير المومني إهنان في حكمته هذه في قوله هذا شيء يتعبر عبر في موعظته هذه هم صحيح يريد يقول النعم مثل سرب ما طيور خلي أسهل الأمور النعم تجي للإنسان أو للناس مثل سرب طيور هذا سرب الطيور يأتي المقدم مال البداية مالته تأتي هذا سرب الطيور تأتي مقدمته تريد تنزل على شجرة من الأشجار فإذا ما حد ضايق هاي الطيور ما حد أذاها ما حد أزعجها بصود غريب بحركة مريبة الطيور اللي في المؤخرة هم تنزل على أخصان هاي الشجرة ما أدري واضح الكلام الإمام علي عليه السلام هكذا يريد يقول يقول النعم هكذا النعم تجي بشكل متدريجي ومستمر مع الشكر بس النعم ترى تنفر يعني إذا إجت أوائلها وشكر عليها مصار أواخر النعم تترك هذا الإنسان أو تترك هؤلاء الناس مثل حالها حال الطيور مثل سرب الطيور لما يريد ينزل على أخصان شجرة أول الطيور تنزل على غصن هاي الشجرة والغصن الآخر وهكذا إذا بقية الطيور اللي يجن من بعد هذه الطيور وحتى أول الطيور إذا سمع صوت إذا شاف حركة مريبة صوت غريب رأسا تنفر هاي الطيور اللي نزلت في المقدمة الطير واللي إجت من بعدها تباعا هم ما تنزل تهرب تخاف علي عليه السلام يقول النعم لش يردوها ما درش وقت نتعظ ما عرف إحنا هذا الكلام من نقوله نتعظ بي ما نتعظ بي ما عرف حقيقة ما عرف هذا الكلام نقوله حتى نسمعه نلتذ بسماعه نتعلمه فقط يو هذا الكلام نقوله حتى نرتب علي أثار حتى نستفيد منه في حياتنا يا إخوان أوائل النعم من تنزل تكون سبب لبقاء أواخر النعم وأواسطها يولي نفرتها من خلال شنو؟ من خلال الشكر وعدم الشكر حالها حال سرب الطيور اللي ينزل مقدمة وإذا خاف من شيء يطير فيهرب مؤخر السرب في الواقع نفس الشيء علي يقول عليه السلام يقول إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنثروا أقصاها بقلة الشكر يا له من كلام عظيم جميل واقعا تردون النعم تبقى مستمرة ما تهرب منكم شكروها جيد لا إن شكرتم لا أزيدنكم الله تعالى يقول شفوا أحبابي دائما في القرآن الكريم في أي مكان من الأماكن في أي زمان من الأزمنة أكو شكر القرآن الكريم يعبر بلدة طيبة ورب غفور ماكو شكر القرآن الكريم يقول نفرة وعذاب وانقطاع للنعم وبوار وهكذا وانت تحدد مصيرك ومصير ناسك بالشكر وبعدمه في الواقع جيد الشكر له مراحل ثلاث الشكر له مراحل ثلاث المرحلة الأولى هي المرحلة القلبية المرحلة القلبية أن يشعر الإنسان في أعماق قلبه بالرضا والبهجة بنعم الله تبارك وتعالى ويتوجه بقلبه شاكرا له تعالى يعني بداخله يعتقد بداخله يعتقد بأن الله تعالى منعم عليه الله تعالى متفضل عليه الله تعالى رازقه الله تعالى منطيه ولهذا ما يقول الله منطينه هو قاعد بيته أنصح أن يروح للمستشفى لمدة ساعة ويتجول بين أجنحة المستشفى على اختلافها ويرجع إلى البيت شاكراً ربه وعارفاً بنعمته عليه في الواقع أي نصيحة أقدمها لكل من يقول أنا الله شمنطيني أخذ لك جولة على بعض أجنحة المستشفى وعرف رب العالمين شمعطيك وإنت عايش ببيتك ومرتاح في الواقع مرحلة الأولى هي المرحلة القلبية المرحلة الثانية المرحلة اللسانية للشكر المرحلة اللسانية وهي أن يعبر الإنسان عما في قلبه على لسانه القرآن الكريم يعبر وأما بنعمة ربك فحدث قول اللهم اعطيني صحة قول اللهم اعطيني طمئنان اللهم اعطيني زوجة اللهم اعطيني أولاد اللهم اعطيني سكون وراحة وعايش والحمد لله الصغيري عنده فلوس أكثر مني أنا الله تعالى معوضني من جانب آخر ذاك يشكو منه في الواقع رب العالمين مقسم نعمة على عباده ولهذا هذا تشوفه عنده مال صحة ما عنده ذاك عنده صحة مال مثل ما هو يريد ما عنده هذا عنده زوجة أطفال ما عنده ذاك عنده أطفال مثلا زوجته ما مرتاحوا إياها هذا هي مقسمة يعني ولمقسمها عليم حكيم وهذه التقسيمات هم تبعا لمصالح ودرعا لمفاسد المهم هاي المرحلة الثانية المرحلة الثالثة هي المرحلة العملية وهي بالتحرك للاستفادة من هذه النعم بشكل صحيح الله تعالى منطيك عين وظف العين بمكانها الصحيح واستفيد منها بمجالها الصحيح لا تستفيد من العين في مجال بمعصية لله تعالى والأمثلة واضحة عندكم يحتاج أجيب أمثلة واضحة عندكم الأمثلة الله منطيك عين حتى مو تباوع بي الحرومات الناس وتهتكها الله منطيك عين حتى تتعلم بيها تشوف بيها المناظر الجميلة تقرأ بيها تعرف الناس بيها وغير ذلك من فوائد جم اللهم اعطيك ايد حتى مو تضرب هذا وتظلم ذاكه وتسرق هذا وتفعل مجو ذاكه منطيك ايد تستفيد منها في أماكن الصحيحة اللهم اعطيك رجل متمشي بيها للمعصية والحرام وكذا وإنما تستفيد منها بالعمل وغير ذلك اللهم اعطيك عقل حتى مو تمكر به وتخدع الناس به وتغلد الناس به بالباطل منطيك عقل حتى تستعمله بالخير وتخدم ناسك مجتمعك بيئتك أرضك ناسك مدينتك بلدك هذا العقل يستفيد مننا بالخير يستفيد مننا بالشر ولهذا عندنا في الروايات الشريفة العقل ما عبد به الرحمن هذا العقل الحقيقي ما عبد به الرحمن ومن موارد عبادة الرحمن خدمة الناس أيها الإخوة خدمة المؤمنين حل مشاكلهم مساعدتهم وغير ذلك في الواقع هذه مرحلة عملية أعبر عنها من مراحل شكر النعمة الإلهية الخلاصة علي عليه السلام يقول إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر على مستوى اللسان وعلى المستوى العملي وعلى المستوى القلبي في الواقع وقد بينا كل هذه المراحل وأعطينا أمثلة عليها الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة